الحمد لله حمد الشاكرين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أعزائي المشاهدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحييكم في بداية هذه الحلقة من البرنامج الأسبوعي هذا تأويل رؤياي أعزائي المشاهدين قبل أن أبدأ في محاور هذه الحلقة أذكركم كما جرت عليه العادة في الأرقام التي تظهر في أسفل الشاشة لمن أراد المشاركة فما عليه إلا إرسال حرف را بالعربي أو ر بالإنجليزي ونحن بدورنا نقوم بالاتصال عليه بإذن الله أعزائي المشاهدين في حلقة سابقة تكلمت عن رموز الطير وما تدل عليه بعض منماتها واليوم أتكلم وبناء على رغبة كثير من الخوات التي هاتفوني أو راسلوني بأن أعيد بعض الإشارات التي يتبين فيها بعض صور القرآن وقبل أن أبدأ فيها حتى نستكمل موضوعنا بالتدريج أذكر لأننا وقفنا أعزكم الله عند دم الحائض فمن رأت أنها حائض وهي عقيم أو متأخرة في الحمل فإنه بشارة لها بالحمل كما ذكر الله سبحانه وتعالى فضحكت فبشرناها بإسحاق قالوا أهل هذا الفن فضحكت فبشرناها بإسحاق هذا تأويل من رأت أن نزل عليها دم الحيض ومن رأت كأنها أسقطت حملا فإن كان أمرا تريده لا يتم ثم بعد ذلك أعود إلى تفسير رموز السور في القرآن الكريم قبل العودة إلى تلك الإشارات هذا الحلم من الأسبوع الماضي نسيته صراحة وتعذرني الأخت التي أرسلت هذا الحلم وهي تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا شيخ حلمت كأن أبي مسجون ومطلوب وأنا وإخوتي نحاول تسديد دينه علما بأن أبي متوفي منذ أربع سنوات أو أربع سنوات ولا عليه دين نقول لها خيرا رأيتي وشران كفيتي كما ذكرنا في حلقات سابقة أن رؤية الميت في المنام يدل على حاله في قبره فإن كان سعيدا فهو كذلك وإن كان غير ذلك فهو كذلك والرؤية في هذه تدل والله أعلم إن لم يكن عليه دين فإنه قد يكون وقع في مظلمة أحد من الناس أو شتم أحد فلتبحثوا وقد تجدوا قد يكون أحد من الناس ظلم على يديه أو أخذ ماله أو من هذا القبيل والله أعلم هذه الرأية تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في حلم يتكرر معي أكثر من مرة وهو أنني بالحلم أتعب حيل وأمشي أو أنا أمشي أحس بعوار شديد برجولي من زود العوار أحس وكأنني أريد أن أبكي بس أتمالك نفسي وأسند نفسي يعني مجمل الرؤية أنها لا تستطيع أن تمشي في المنام وهي تقول حتى أنني أحاول أستند إلى بعض السيارات في الطرق حتى أقوم من منامي فأجد أرجولي وقد عورتني وكأن الحلم حقيقة العمر 29 موظفة وعزبة خيرا رأت وشرا كفيت إن صدقت رؤية هذه الأخت فنقول لها عليك بقراءة سورة يوسف فإنه مع المسك الأسود وقراءة سورة يوسف بالليل فإنه قد يكون قد أصيبت بعاشق من الجن والله أعلم أعود إلى تفسير بعض الرموز كما وعدتكم إحنا وقفنا عند سورة البقرة من رأى أنه قرأها أو قرأ بعضها أو تليت عليه فإنه يرزق عمرا طويلا وصلاحا في دينه ونجاة في ولده وقيل من قرأ شيئا منها ينتقل من موضعه ويكون حظه أوفر من الذي كان فيه وإن كان قاضيا وإن كان قاضيا وهذه نقطة مهمة إن كان قاضيا وقد رأىها أو رأى شيئا منها يتلى عليه فإن مدة بقائه في القضاء قد قربت وإن كان عالما طال عمره وحسنت حالته وقيل من قرأها يكون جامعا للدين مسارعا لكل ثواب طويل العمر قليل الشر صابر على ما أصابه والله أعلم هذه تأويل سورة البقرة سورة آل عمران بعد هذه الرؤية التي تقول فيها الأخت السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخ تحلمت بزوجي قارصة عقرب صفراء مرتين في كل رجل ويخرج من جسمه نمل بس لم أرى النمل نعم تقول أنها رأت أن عقربا قرصت زوجها مرتين هذه الرؤية طبعا كما ذكرت أن العقارب هي أقارب وهذا ليس على الإطلاق طبعا وإن صدقت رؤية الأخت فإن زوجها قد أصيب بمشكلة من أحد أقاربه قد تكون امرأة قريبة منه إما بكلام أو بفعل والله أعلم هذه تقول يا شيخ أنا تحلمت بالمطر طبعا هي ذكرت أنها تحلمت بالمطر فقط فما تفسير الحلم يعني لم تذكر ماذا حدث لها حتى يتضح لنا الأمر ولكن مجملا المطر خير خير لمن رأاه وخير لمن أمطر عليه أو نزل عليه من المطر فهو يكون حديث عهد بالله سبحانه وتعالى وذكره الله سبحانه وتعالى في مواقع وفي مواضع كثيرة من القرآن بأنه خير طبعا ونعرف أن المطر هو سبب بعد الله سبحانه وتعالى حياء الأرض بعد موتها فهذا يدل والله أعلم إن كانت الأخت إن كانت غير متزوجة فهي ستتزوج بإذن الله سبحانه وتعالى وإن كان لديها مشكلة في الحمل فستحمل والله أعلم تقول الأخت هذا حلم طويل لعلي أعود إليه مرة أخرى أعود إلى سورة آل عمران فمن قرأها أو شيئا منها أو توليت عليه يكون قليل الحظ بين أهله والله أعلم ويرزق ولدا في كبره ويكون كثير الأسفار وقيل يكون مختارا في الناس مصطفى مبرأا من كل دنس مجادلا لذوي الأديان المنحرفة وقيل ينال رزقا وبركة ويصف ذهنه وتزكو نفسه والله أعلم عزائي المشاهدين فاصل وأعود إليكم بإذن الله تعالى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين أذكر في الأرقام الظاهرة الشاشة لمن أراد المشاركة في هذا البرنامج وكذلك الإيميل البريد الإلكتروني لمن أراد المشاركة من داخل الكويت أو خارجها أعود إلى قبل أن أفسر هذا الحلم أعود إلى ذكر بعض رموز سورة النساء فمن قرأها أو شيئا منها أو قرئت عليه فإنه يبتلى والله أعلم بإمرأة لا تحسن عشرة وقيل إن كان طالب علم مهر في الفرائض وقيل يكون كثير الاحتجاج قوي اللسان وقيل يقسم المواريث ويصاحب حرائر النساء ويرث ويرثنه بعد عمر طويل والله أعلم أما سورة المائدة فتدل على من قرأها أو قرأ عليه شيئا منها أو بعض آياتها بأنه كريم النفس محبا لإطعام الطعام وقيل يرزق اليقين والتعبد والخشوع مع سلطان على أهل بلده وقيل يستجاب دعاء وينال وعفوا ينال حظا وافرا ويعطى من الأجر قيل بعدد الكفار أو من هذا القبيل أتوقف عن سورة الأنعام وأعود إلى تفسيري هذه السورة التي تقول فيها الأخت يا شيخ بعدما قرأت سورة البقرة كاملة نمت وحلمت كأني كنت ببيتنا القديم بالصالة مع أخوي محمد سمعت صوت من غرفتي فنزلت أو فنزلت بنت من الدرج الخارجي شفناها من نافذة الصالة وكأنها تقول وحفظا من كل شيطان هي كاتبة مارد طبعا مارد وحفظا من كل شيطان مارد كأنها تستهدفني وتبي تنتقم مني وتلحقني بس ما قدرت وأنا كنت أقرأ القرآن نقول لها خيرا رأيتي وشرا كفيت إن صدقت رؤية هذه الأخت فينطبق عليها كما ذكرنا في تفسير سورة أو تعبير سورة البقرة إلا أن الأخت في هذا الوضع تكون والله أعلم لديها مشكلة في الأرحام وبعد ذلك بإذن الله سبحانه وتعالى تتحسن من هذا الأمر وإن صدقت الرؤية فقد يكون معها مس في الأرحام وعليها قراءة سورة الصافات بكثرة وتكرارها والله أعلم تقول الأخت السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا شيخ حلمت أنني أطير من فوق سطح منزلنا وإذا وأنا وأنا تقريبا وجدت مئذنة مسجد مئذنة مسجد علما بأني طالبة على وشك التخرج من الجامعة من صدقة رؤيها طبعا كما ذكرنا سابقا أن السفر أو الوث يدل على النقلة من مكان إلى مكان والله أعلم إن كانت صادقة في هذه الرؤية فإنها إما أن تكمل دراستها خارج بلدها أو تتزوج برجل خارج بلدها وفي الأمرين كله خير لها والله أعلم إخوان هذا أعزكم الله صرصور ورانا ورانا في كل حلقة تقول الأخت السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا شيخ أرجو من فضيلتك أن تفسر حلمي حلمت بأن أعزكم الله صرصور كبير يطير ويلحقني وإذا صعدت فوق لحقني وإذا نزلت تحت لحقني ما من فكه يعني وأنا بالحلم متضايقة نقول لها لا تضيقين إن شاء الله وما فيه إلا العافية إن صدقت الرؤية دائما الصرصير أعزكم الله نعرف عما تدل عليه فهي تدل على أعزكم الله النجاسة وعلى نقل الأمراض وعلى الضعف كل هذه موجودة في رموز أعزكم الله الصرصير فهي قد تكون عدوة ضعيفة لا تستطيع أن تنال منك شيئا والله أعلم تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا شيخ رأيت في المنام أنني ذهبت إلى مكان سوق الخضار مع شخص ورأيت رجل يبيع رمان وكان شكل الرمان جميل ومغري كبير واشتريت منه كمية ثم أخذت باقي الكمية الموجودة وجزاكم الله خير طبعا الرمان أعزاء المشاهدين يعتبر من ثمار الجنة فرؤياه تدل على الخير فسينال الأخت خيرا بإذن